إليها تتجه الأنظار والقلوب وفيها ينبض السلام من صاحب السلام هناك البلاء التي تفض حزنا على من قتله فتنفر إليها الحشود استذكارا بمكارم من رحله اليوم يهتف الفؤاد لمن زرع في القلب نهجا ورسم للزائرين طريقا إلى مرقد سيد شباب أهل الجنة إذن تأتي أربعنية الإمام الحسين عليه السلام في توقيت ترتسم فيه صورة العراق وطنا واحدا يجتمع أهله على رسالة الإصلاح الخالدة التي تهدي الطريقة إلى السلام وفي تفاصيل مراسم الزيارة الأربعنية يدخل رئيس الوزراء شوارع كربلاء مشاركا ملايين الزائرين في أداء مراسم الزيارة مطلقا وعده وعهده بخدمة الزائرين من كل بقاع الأرض واجبا عليه كرئيس وزراء وكمواطن عراقي يقف مع أبناء شعبه في الصفوف الأولى بكل المحافل والمناسبات ولا أكثر من مناسبة زيارة الأربعين التي تكرس الوطنية والعدالة والأمانة فيرسم فيها الكاظم طريق الزائرين كما يرسم للعراقيين طريقهم إلى تشرين تلك الزيارة الواجبة لصناديق الاقتراع والتي تصنع التغيير وتزرع الأرض الياباب فيثمر العراق بعهد جديد كان الحسين قد خط حروفه منذ الزمن وعلى قدم وساق يقف العراق بأطيافه جسداً واحداً لإنجاح زيارة تحقق في الروح هدفاً سامياً من معاني السلام لتمهد الطريقة إلى مشهد يوحدهم أيضاً في تشرين تشرين أهم حدث تاريخي يتعطش له العراقيون بعد ويلات جفاف الصنين العجاف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر